مرحبا فيكم حبايبي برج السرطان. ان شاء الله يكون حلو لبرج السرطان. لانهم تعبوا شوي اخر فترة. نسحب ورق كنتيجة او كخلاصة للقراءة او تأكيدات تثبيت. وباخر الفيديو رح تكون مفاجأة هيك صغيرة. وخليني احكي الطاقات علشان دائما انا بنسى. الطاقات حبايبي اكترها ترابية. يعني في فلوس كتير. اكترها ترابية. نارية. هوائية. هدول اكتر شي. شايفي قوس واسد. اكتر ابراج هدول. اه خلينا نشوف اه بشكل عام. اه شايفتك عزيزي حبيبي برج الجوزاء. اه كنت متعرض لعلاقة ثلاثية واكنك طلعت منها من هاي العلاقة الثلاثية. اه طلعت حالك. اه او ممكن تكون انتصرت فيه علاقة اه ثلاثية او رح تنتصر. اه لانه شايفي هون فيه مبادرة رح تكون منك او من الشريك. اه اه رح يصير فيه نقاشات شوي حادة عالتليفون. عالاغلب عالتليفون رح تكون اه او فاس تو فاس. رح يكون شوي فيه مشادة في الكلام في الحكي فيه رح تسمع شوي اه كلام جارح من اه الشريك او اه من طرف من الاطراف اللي عم بدخلوا حالهم. اه ولكنك اه شايفتك انا منتصر انتصار فضيع على اه الشريك اه عم بتطلع لك كأنه انت اش كتير عم بتطلع لك وكأنك انت جوهرة على يعني عم بيشوفك اه او اه حتى لو كنتم مع بعض مشتركين عم بيشتق لك حتى وهو معك يعني وهو بعيد كمان عم يشتق لك عم بيفكر فيك طول الوقت متعلق فيك اه تعلق مرضي انا انا شايفته. اه رح يلف 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 ويرجع لك. ولكن انت بهذا الوقت بتكون اه تعرفت على شخص اه جديد. انت اوريدي اه برج الجوزاء المنفصلين اوريدي عم يجربوا حظهم مع شخص جديد وهذا الشخص انا شايفته جدا اه رائع بالنسبة لظروفهم اه هم اه شخص مناسب لالهم. ممكن يكون اه برجه او اه طاقته ممكن تكون اه نارية او مائية. اذا كانت هيك طاقته فهو شخص كتير مناسب انا اه عم بشوفه. الناس المتزوجين او على علاقة شايفيتهم اه عم اه يعني كونوا على توافق عم ينهل اه شوية المناوشات اللي هم اه يعني عملوها او اه صارت بناتهم. شايفهم عم بحتفلوا في بيت اه في اذا كانوا لسه مش مرتبطين بارتباط وهذا كمان بالنسبة للمنفصلين هذا يعني كرت كتير حلو بتحقيق السعادة ما بين الطرفين والمصالحة لاني شايفة مبادرة من اه منك او من الطرف الاخر اه عم بشوف اكتر من كرت بدل انه في مبادرة برج السرطان اه في الحل اه يعني في 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 مصالحة في حل اه معين اه وخاصة وخاصة الاشخاص اللي بناتهم في اختلاف كبير بالعمر بالديانة بالكزا ازا فيه كان اختلافات كبيرة فهذا هو الشهر المناسب لحتى انه يصير فيه اه صلح اه عم بشوف برج السرطان عم ياخد قرار اه قوي ومصير كتير بهاي الفترة ممكن يكون زواج اه طلاء لا ما ما عم بشوفه طلاء ممكن بيع ارض او شيراء ارض او اه عم بتفكره بمسكن جديد عم بتشتري شي ثمين يعني عم بشوفك هذا الموضوع عم بيبشر اه بخير عم بشوفك بتنتظر اه سفر بعض الاشخاص بينتظروا اه سفر او بينتظروا شخص مسافر انه يرجع بالنسبة للعمل حبيبي عم بشوفك السرطان عم بتشتغل اكتر من شغلة بنفس الوقت واك انه همك كتير هذا الشهر انه تكون اه يعني معاك فلوس واستقرار المادي كتير عم تطلع له بيعني باهتمام كبير هذا الشهر وكأنه كان في انا بتذكر القراءة الماضي كانت لبرج السرطان شوي المادة ما كانت اوكي فعم بتحاول هذا الشهر انه لا انك توازن الامور انه يصير في اه اكتر اه يعني اه تركيز على العمل بانك تطلع اكتر منها شايفيتك عم بتشتغل اكتر من شغلة شغل اساسي وشغل اكسترا اه وللناس حتى اللي ما عندهم اه عمل اه ممكن يكون كتير فرصة كبيرة انه يحققوا اه هذا الموضوع شايفي في طاقة حسد كبيرة في العمل اه لذلك الانجازات شوي متوقفة لبرج السرطان وكأنه فعلا يعني ان حسدوا او محسودين هاي الفترة اه شايفي حسد من حتى الاصدقاء في صديق انت مفكره عن جد انه صديق اه على الاغلب يكون اه برجه ناري او اه او ترابي او حتى ممكن هوائي اه هذا الشخص خاصة ازا كان اه هوائي فهو شخص بيضمر لك الشر اكتر شي اه يعني من اه الاوراق بيان اه قلنا طائط برج السرطان هاي الفترة كمان شو راح تكون يعني اضافة اكتر شي تفكيرك واه حول ايش رح يكون. رح تكون عم تصرف. هذا طلع كمان لبرج مش هارفة شو. رح يكون في عندك اكتر يعني بذخ او انت كريم بالاساس يا برج السرطان. رح يكون في عندك شو. يعني عم تدفع كتير عم بشوفك هاي الفترة. وممكن يكون معناه انه فعلا ثروة جاية في الطريق او يعني عم الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله والمحاولات عم بتكون اكتير يعني كتير مثمرة. ورح تجيب نتيجة في اسرع اه وقت. شايفيتك عم بتحاول تكون غامض هذا الشهر وخاصة مع الشريك. اه حتى مع الاشخاص التانيين عم بتتكتم على مشاريعك. عم تتكتم على اه ما عم تأمن لحده. ما عم تعطي ثقة لحده. اه حتى الشريك عم تتعامل معه بغموض. فهذا اكتر اشي بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان. خلينا نشوف تحذيريه بتحذرنا دائما من شي معين. خلينا نشوف اه شو عم بتحذرنا هاي المرة. لبرج السرطان من شو عم تحذره? بتحذرك اه غريبة هاي يعني بس مش عارفة. بتحذرك من شخص جديد اه عم يدخل حياتك. اما صديق اما كحبيب داخل اما معجب عم تدخله في حياتك. هذا الشخص دير بالك اه منه من من دخول اي اشخاص اه اكون حريص يا برج السرطان. ما عم بقول لك لا تدخل حدا لحياتك ولكن عم بقول لك اه كون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص. كمان تحذير ثاني بالنسبة للعائلة. الاهتمام بالعائلة. اه بقول لك عدم اهتمامك بالعائلة ممكن يؤدي لانفصال او ممكن يؤدي انه مش انفصال يعني لا زمح الله. اه لا امور ابعد من ما انت متخيل فلا شوي قرب من الاسرة. وكمان من الاسرة الكبيرة مش بس الاسرة الصغيرة. اه عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك. اه يمكن هدا الكرت بحذرك او بيوصيك انه تكون قريب من اه خلينا نقول. اه قريب من العائلة. اه عم بشوف والدتك على خلاف شوي معك. فكون اه حذر من هذا الموضوع. يعني احنا شو قلنا غير اه رضاهم علينا يعني اه الله يديمهم. فا اه اصلح الموضوع ازا كان في بينك بين الوالدة او الوالد اه اي موضوع اه يعني ما بعرف شو انتو ظروفكم بس طلع لي هذا الكرت. خلينا نشوف هون. هطلع لك اه هدول كل واحد بيطلع له حيوان معين وبيحكي له المسج اه بما يعني تناسب مع طبيعة هذا الحيوان طلع لك اه 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 قيت كلير اه 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 بيقولك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون وهون اه اه قيت كلير كون كتير اه واضح. اه اه ويعني ماش منيح بالحاسسات تبعك عم بتكون عندك تفتيحين هاي الفترة عم بتكون عندك حسة سادسة لبرج السرطان عم بتصير عندك مثل صحوة نورانية يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة فبقولك الحدث تبعك شو بيدلك امشي وراه وضلك مركز على الهدف تبعك وتحرك بسرعة كنت بطيء بالفترة الماضية فبقولك بالفترة الجاي اللي هي سبتمبر لازم تكون اسرع بقولك اختار انك تكون انت محبوب انت يعني انت اساسا انه انسان محبوب جدا يا برج السرطان وهاي الفترة رح تكون اكتر جاذبية مثل المغناطيس يعني بتجذب الاشخاص اللي من حواليك اعمل الاشي اللي انت بتحسه صح حتى تجاه الاشخاص اللي حواليك مو شرط انه تكون يعني خلينا نقول مو شرط تكون بس القول تبعك الو علاقة فيك انت ولكن ممكن انه تشاركه مع الاخرين فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقولك انه اشتغل مع فريق اكتر هذا الشهر ما تشتغل ما تشتغل بشكل فردي نجاحك اكتر هذا الشهر ازا كنت عم تشتغل ضمن فريق طيب ما اخذنا هدول الكروت بالنسبة للي عندهم شريك منفصيلين او مطبصيلين يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك خلينا نشوف عقله الباطن شو عم بفكر لا يعني اكتر اشي او بشكل عام عم بيحاول انه يستشفي عم بي عم بي شايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي ما عم بيحل شيء اه العوائق شايفيتها مثل ما ما هي هو كسلاني كتير هاي الفترة انه يعمل اي تغيير انه يعمل اي اجراء اه فبشوفه شوي ما يعني ماسك مكانه اه ولكن بالنتيجة انا شايفه بينك وبينه هو في عقله الباطن نخزن فكرة الارتباط منك لانه انا شايفي هون شجرة ومال ويعني وثروة ونمو فعم بيفكر بانه يرتبط فيك فيعني مع انه كرتين شوي متناقضين بيوصفه شخص اساسا متناقض يمكن يكون فخلينا نشوف طيب هون شو فيه ديتوكس بيحكي لك تخلص من ديتوكس يعني اللي في حياتك حاول تكون يمكن نباتي اه عاداتك سيئة عم بتكون كتير اما بتاكل ابل ما بتنام دايريكت او ما عم تعمل سبور او عم تكتر او تدمن على شغلات معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات فعم بيقولك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك هو وقع قبل ما احرك ايوه بيقولك انه انت رح تحرز هدف رح تحرز اه هدف في الصميم بالفترة الجاي فهاي يعني بشارة ما بعرف شو الهدف تبعك اه عاطفي او اه او غير يا برج السرطان بس اه بالعموم عم بيقولك انه رح تحرز هدف او شي انت مصمم كنت اه اه عليه فعم بتحققه بقولك في تغيرات في العائلة اه وكأنه فيك حمل للنساء او حتى لو كنت رجل سرطان في حمل زوجتك او بشائر بحمل انه في تغيرات بالعائلة وممكن تكون تغيرات مادية المهم انه هاي التغيرات هي عبارة عن تغيرات ايجابية ممكن تكون مصالحة مع احد افراد العائلة لانه قبل شوي بيان عندي وكأنه في شوية صراعات مع اه شخص من العائلة او صديق فعم بشوفها انه عم تحكي لك انه صالح او بادر او كون انت من المبادرين في هذا الموضوع بقولك انه ضلك تشجع حالك او ضلك تعمل لحالك تشحن حالك لقدام ولا تحكي دايما لحالك انه لا ما رح يصير لا ما رح يصير هاي الكلمة اتركها يا برج السرطان انا بعرف انه انت بتحكيها كتير فبقولك اتوقع المعجزات والسوليوشنز والحلول حتى تظهر فالاشي اللي بتتوقعه بيصهر فبقولك ما تكون ابدا سلبي بالعكس احكي اس شو خسران انت يعني انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا او ليش انتو بتفكروا بطريقة سلبية طيب ما انت بتفكر طريقة سلبية او ايجابية يعني يعني ما رح تخسر اشي لا هيك رح تخسروا فليش ما تكون ايجابي يعني مش خسران اشي والله ما حد تدفع فلوس يعني بس انت جربها لمدة 21 يوم بس انك تكون ايجابي وانك تطرد الافكار السلبية من بالك وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك راقب بس يعني الاغلبية ما بترد يعني ما بيعملوا هذا الاشي بيقولك انت على يعني على شفاء يعني زي ما بيقولك خطوة وحدة من النجاح ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كزا فبقولك ضاي الخطوة صغيرة بس يعني فاصبر خليك keep going keep going خليك في هذا الموضوع وانت رح تحصل علي انت بدك اياه فما تمل احيانا وقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين يعني لو انا كملت كان حصلت علي بدي اياه فريش هون طلع لنا انه هون طلع لنا انه كيف ده اقولك اكتر اشي رح ينجح معاك هذا الشهر موضوع الشراكات او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكتر اشي رح كتير تبدع ازا كنت عم تشتغل في هاي في هاي الطريقة انه التعاون مع اشخاص او المشاركة تشارك الاشخاص بشي معين حتى لو كان عصاعيد عاطفي حتى اصدقاء كزا احلى شي هذا بيقولك رومانسي يعني هلأ وقت الرومانسية لو كنت متزوج او متزوج اعزب منفصل فهذا الوقت كتير مناسب انه تعيش يعني مغامرة رومانسية مو شرط يعني شخص جديد ممكن شخص قدين في حياتك فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب شي كتير حلو لبرش السرطان نشوف اخر بيقولك انه الانيرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير وراح تتفجر عندك طاقة كبيرة جواتك راح تكون بسبتمبر يا برج السرطان بيقولك اعكسها او اعمل اعمل يعني كيف ده اقولك اعمل انعكاس شارك هاي الاصطاقة مع الاخرين طول الوقت عم بيقولك على المشاركة وكأنك هاي الفترة او الفترات الماضية كنت عم تشتغل لحالك اه ما كنت عم بتشارك اللي حواليك او ما كنت اه عم بتأمن للي حواليك فبيقولك انه اكتر شي هاي الفترة اه انه تشارك مع العالم خلينا نيجي على اه الاضافة اللي رح تكون على التوقعات ما بعرف ازا عجبتكم ممكن انه اه يعني اه نستمر عليها رح تسألوا سؤال رح تضمروا سؤال رح تكون اجابته يس او نو اه واذا في موعد معين او تقريبي يا جماعة مش وقت يعني بالضبط تقريبي اه ممكن انه نحكي فاضمر على سؤال يا برج السرطان او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال ركز في سؤال معين فكر فيه وخلينا نشوف الاجابة صح رح يصير هاد الاشي ولا ما رح يصير او انه هو اه مو شرط يكون اه حدث بده يصير ممكن شغلة صارت اولا او انت شاكك اه ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة في يس او لا الاجابة الاجابة هي مش بس يس لا يعني زي ما بتقول عشرة يس اه هذا الاشي رح يحصل مليون كل bangsب المية على قد ما انت حاس فrenoه صعب على قد ما فيه عوائق شايفي انا كتير عوائق فيما سبق بهذا ااء لهذا الموضوع في كتير عوائق عشتها انت ااءذا لحدة هذا الموضوع ما يسير ولكن انا شايفي هاي العوائق عم تكسر اا شايف الشيء هذا عم بيصير عم تكون انا مثل الملك او الملكة في الموضوع وفيه انتصار في اه شكرا